والتحديث اللي هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهاردة بالفعل دخل في حيث التنفيذ بداية من نوفمبر 2021 وده هيأثر على بعض القنوات يا إما بالإجاب يا إما بالسلب يا إما القنوات دي هتظهر في صفوف الاقتراحات الأولى يا إما هيتم إيقاف الربح فيها أو تعليق الربح فيها تخيل؟ لو أنت عايز تفاصيل ومهتم تعرف إيه هو التحديث ده تابعنا للنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم من الأخبار يا ربي دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة التحديث اللي هنتكلم عليه النهاردة بشكل مختصر ده بيهم القنوات المخصصة للأطفال والقنوات اللي محتوها عائلي القنوات المخصصة للأطفال دي عارفينها وفي قيمة تشغيل كاملة سبها لكم في الوصف تعرفكم إيه هي القنوات المخصصة للأطفال وإزاي تخصص قناتك والجاودة كله أما القنوات اللي هي محتوها عائلي فدي تحتها بقى قنوات كتيرة جدا يعني دي قناة أو دي قنوات اللي جمهورها مختلط ينفع للأطفال وينفع للقبار فبقى دي يعني يندرك تحتها قنوات كتير تمام ومش بتبقى مخصصة للأطفال يعني التخصيص بتاعها بيبقى غير مخصص للأطفال ولكن اليوتيوب بيصنفها على إنها محتوى عائلي طيب التحديث ده بقى خاص بمبادئ الجودة يعني إيه مبادئ الجودة؟ يعني اليوتيوب صنف المحتوى المخصص للأطفال والمحتوى العائلي لشقين محتوى عالي الجودة ومحتوى منخفض الجودة اللي هيعمل المحتوى العالي الجودة ده اليوتيوب هيحبه وهيقترح فيديوهاته وهيبقى زي الفل أما المحتوى المنخفض الجودة فده هيؤثر على أداء القناة وقد يؤدي إلى إيقاف الربح في القناة زي ما هنشوف دلوقتي تعالوا بما مع بعض نشوف مقالة يوتيوب الرسمية الخاصة بالتحديث ده ونشوف إيه هو المحتوى العالي الجودة وإيه هو المحتوى المنخفض الجودة باختصار وهسيب لكم رابط المقالة في الوصف تتطلع عليها براحتكم المبادئ التي تحدد الجودة العالية اللي اليوتيوب المفروض هيدعمها وهنحاول نصدق الكلام ده هتقول لي ليه هقولك لأن يعني اللي بنشوفه هو العكس يعني هنشوف هنا المحتوى العالي الجودة هو المحتوى اللي فيه السلوك الصالح اللي هو فيه الاحترام والسلوك الحسن والعادات الصحية ويشجع على التحلي بها محتوى حول التعاون والمشاركة والتحلي بقيام الصديق المخلص وتنظيف الأسنان وتناول الخضار ووضع أهداف مرتبطة بالرفاهية الرقمية ده أول حاجة اسمه السلوك الصالح التعلم وحب الاستطلاع يشمل بقى ترويج للتفكير النقدي ومنقشة أفكار متربطة واستكشاف العالم والتعرف عليه والحاجات الجميلة دي كلها التفكير الإبداعي واللعب وحس الخيال والتفاعل مع مشاكل واقعية والتنوع والمساواة والشمولية كل حاجة بقى فيها شوية حاجات وكل الحاجات دي يعني حاجات كويسة وحاجات جميلة وحاجات مفيدة وحاجات عالية الجودة زي ما بيقولوا تمام فلو أنت محتوىك مخصص للأطفال أو محتوى عائلي فلازم تلتزم بالمبادئ دي علشان اليوتيوب يقترح فيديوهاتك ويحب فيديوهاتك المحتوى بقى المنخفض الجودة اللي هو المحتوى الذي يعد تجاريا أو ترويجيا بدرجة كبيرة اللي هو محتوى بيركز بشكل أساسي على شراء منتجات وترويج لعلامات تجارية والشعارات مثل الألعاب والطعام ويشمل ذلك أيضا المحتوى الذي يركز على الاستهلاك المفرط الناس اللي بتروح تشتري حاجات كتير والناس اللي بتعمل تحديات بقى أكل بكميات كبيرة ده اسمه محتوى منخفض أنا بقول لكم أنا بحاول أصدق ليه؟ لأن الحاجة دي بتلاقيها وغدة الصفوف الأولى في المقترحات وبتلاقيها وغدة مليون المشاهدات فإزاي أنت بصنفها دلوقتي على أنها محتوى منخفض هتقول لي ما أنا لسه مزبط في نوفمبر 2021 طب هنشوف يعني هنحاول نصدق تشجيع السلوكيات أو المواقف السلبية يعني المحتوى اللي فيه أنشطة خطيرة وتبزير وتسلط وكذب وعدم احترام الآخرين ده برضو هيبقى من ضمن المحتوى المنخفض المحتوى التعليمي المضلل اللي فيه عنوان أو صورة مصغرة مضللة أو فيه شرح غير ملائم للأطفال وعنوين مصغرة وحاجات زي كده مضللة المحتوى اللي بيصعب فهمه يعني فيه حاجات من الصعب أن أنت تفهمها أو صوتها غير مسموع وهكذا المحتوى المدهش أو المضلل ده اللي بيقدم معلومات غير صحيحة أو مبالغ فيها أو غريبة استخدام شخصيات مألوفة لدى الأطفال بطريقة غريبة يبقى ده كده المحتوى المنخفض الجودة وزي ما قلت لكم أنا مش مقتنح بالموضوع ده لأنه أنت بتشوف قنوات كتير بتعمل الحاجات دي وبتلاقيها قنوات مليونية ومشاهدات مليونية المفروض بقى أن اليوتيوب هيبدأ يزبط الموضوع دوت الفترة الجاية بالنسبة للقنوات المخصصة للأطفال وقنوات المحتوى العائلي قال لك هو التنفيذ في نوفمبر 2021 وقال لك إن مبادئ الجودة المحددة للمحتوى المخصص للأطفال والمحتوى العائلي قد تؤثر فيه أداء قناتك ويتم عرض المحتوى العالي الجودة المخصص للأطفال في أولى صفوف الاقتراحات يعني هيتم اقتراح الفيديوهات دي تمام لو محتوىها عالي الجودة أما لو محتوىها منخفض الجودة هيتم تعليق اشتراك القنوات فيه برنامج شركاء اليوتيوب دي ايه إذا ركزت بشكل كبير على المحتوى المنخفض الجودة فأه يعني أنا برضو عايزكم تشاركوني في التعليقات إيه رأيكم في التحديث دوت وهل فعلا هيتم تنفيذه زي ما هما بيقولوا ولا لا لو أنت مستمر معنا لحد دووقتي تبخلي شعالنا باللايك لو فيه أي حاجة يسابه لنا في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته